موسيقى السلام عليكم اخوتي واشارككم بخير جينا نحكو علي المباراة اليومه مع موشيستر يونايتد ضد ويسطام اللي ربحت موشيستر يونايتد ثلاثة واحد على هيا نايف موشيستر يونايتد مركاها تقولوا ما راهو يماركي في بيت على الخصم يا خوتي بوحدة طريقة عجيبة وغريبة وساعي عقب الرحمة جب بيت عن زيرو كان وانتي كوبيا نايفة اليوم وكان زيرو اليومه والمستوى تقوم بزياد بمعناخ خاطئين ثم كي مغرابين جينس تشفى ولراني نحكي لهم مباراة هكذا هو لعب ملاح باش وصل يلعب في وسطن راهو لعب ملاح هكذا خوتي سما واش عندك هردها اليوم نورمال نحكيسي نورمال قلن اغنية خوتي بيش باب لي ماركا ولكن بالضمر ما هذا ما كان نقلت ساعد بن رحمة الداء اعلى تنقيد اعلى تنقيد دخلنا وصلكم للتنقيد ولكن قبل من عودنه ولي شكر اخونا الشنوي اللي اندرت فيديو على حسام عوار هاداك الالماني صحابي الماني تاع سبورت وان اراني درت فيديو لي قبل هادايا لي قال باللي حسام عوار مقالش ينتقل قال لهم في مفاوضات متقدمة ورح يعرضوا عليه اعطى تفاصيل يا خوتي مع ليش اصحو لا 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 لان حسام عوار راكوا تشوفوا بعد هاني شنوي قال لي راهو نكر تقريبا قال لهم يعني كان بعض الاشخاص قال لهم يعرفوا اه اه وراهي يعرفوا قبل مني يعرفوا قبل مني وين اراني رايح يعني على هادو ما اللي راهم يقولوا باللي حسام عوار هو خرجها في الروايق الماني وهناك الآنت احد مصر بواحش أكون الآلية كعين تعقل منه ؟ الاماني هادا كيفاش في قناة معروفة 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 Uno في ألماني سبورть وانس في ألمانيا полностью تعطي труبهم كيف يمكن ان تتشرح بواحش أكبر على بحادث أكبر tears فهو حالده اخبار و يخرج الوحيد يرد في التويتر و ينقل الخبر هاداق و يقولون هم هم تعال لعبين قاع يعني كيم بزاف اخبار عليهم الآن لهم خلينا تمشي و خلاص العوار كي خرج ما فيها شك ما أسك صحيح ولا لا لا ما على باليش عوار شغلك ما اقوله ما حبش كي خرج تلاهضراء ما على باليش لأنه ودي جاء وعنده مشاكل تماما والعلم عند الله هذا ما كان ما على باليش أسك صح ولا لا لا المهم لو خره وانشار هذا بتاع سبورت وان من ألمانيا وعين طلق فرنك فرد من ألمانيا وعوار قال باللي كان بعض الأشخاص يعرفوا قبلي ويران يراي العلم عند الله يا أخوتي ضو نجول ساعد بن رحمان نبدأ بالتنقية نعطي لكم التنقية تعنايف على كل حال رحوا تشوفوا ساعد بن رحمة ده تنقية 8.3 8.3 الله يدعب خاصرين عباكم شما انتها خاصرين ثلاثة واحد والتنقية تع ساعد بن رحمة عباكم مش هل عندي مش تساعد بن رحمة ده التنقية 8 8.3 مدار يتألق الله الخطرة اللي فاتت مدوقع ما مش علم الآسس زوجي ليز آسس واقل ماش عطاوله هاوش كورت عطت له وقت 7.9 والأخرى عطت له 8.8 8.3 الله يبارك أضعف واحد فوق المباراة هو نايف ايه هو نايف ايه هو نايف خمسة أضعف تنقية 5 هو نايف المباراة كانت مليحة ساعد بن رحمة كان حر كان عجبني 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 يحاول يراوغ تيرها بدل الجهة اللي منها تيرها شدها القارد يحاول يراوغ شفناه باللي حر يعني مشي منادوك الناس اللي خافوا يدرها قد يلقى كبين يحاول يدخل يدخل قاسي مياله يا أخي خرجتها سللوا لهذاك البيت ايه جاءت ما لابليش انا ركنيان شوف نايف نشوف نايف طالع معها وحطها ديرك لداخل انا كي شفت الكورة شفت راس ضرب كانت بعيدة ما شفش مليح ما شوف الكاميرا تبع فيه نايف صنبيتي حتى المعلق وما اهضرش على نايف يعني ماذا حتى اودتها الكاميرا المعلق شافها سيد طالع معاها حطها ديرك قارديا خليها خلي نحيها وش راك دير حتى الهدف الثالث يا أخوتي كان هو المتسبب فيه سيد بالرحمة ثانيك يا أخوتي اعطاه واحد التمريرا الانطونيو في شوط الأول انطونيو هادك اليوم مالباليش اعطاه الانطونيو تماريرا رائعة تماريرا سحرية خرجوا وحده وحده منص الملعب منص الملعب انطونيو وحده في نص الملعب الحق حتى للقارديا ما عارف كيف يماركيها ضيحة بس سيد بالرحمة اليوم قدم ادع مليح الله يبارك سافي بليزير الاخسارة يتحملها ما قلوش يتحملها نايف كنايف ولكن هو اللي فتح سوكريال يونايتد فتح لهم الشاهية اخي دائما ما نقوله كيف تكون مباراة مزيرة كيف تمركي البيت البيت برك هو كما يقوله يفتح لك الشاهية البيت كما يقوله يفتح لك الطريق البيت يفتح هم حاولوا حتى جاتهم واحدة هادك اللي تسللوا لتع كازيميرو حاولوا 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 ما قدروش حتى نايف هو اللي اعطيها لهم فتح لهم السكرية و بعد خلاص اليوم يتدوى الزاوج مام واسمهم مام واسمهم تبريزاو واسم تبريزاو كي ماركاولهم يعني تبريز واحد واحد كانوا قادرين كانوا واسم رجعوا في شعطة تانين انخلاص الدقائق الاخيرة واسمهم رجعوا وش يسنوا انا كنت نسنى سعيد برحمة يزيد الدوزير لان عليها كنت نسنى سعيد برحمة يزيد الدوزير لان واسم عاودت رجعت خلات اليونايتد تضغط يلعبوا في الورد يلعبوا في مونشيستر واسم واسم ملاحظة العام والمباراة قريبت خلاص انا كنت شاك باللي على الحساب وش شفت باللي عاودوا ورجعوا ويسنوا في المرتدات لان على بالك باللي الدقائق الاخيران بعد واسمهم موشيستر يونايتد تضغط لتعود ترجع في المباراة فويسنم كانت حابة تخدعهم بالمرتدات وساعد برحمة لابلكم بلي سريع بالمرتدات سواء هو يماركي سواء بالمرتدات هو اللي يمشي بها هو اللي يساهم فيها يعني يساهم بهدفي مثل ما راييرال انطونيو او لجيح قراء او لها راح تاقد اكبر واسمه مويس ماركة سعد برحمة مات بالسعادة يا خاطئ مات تكسروا لنا ماتش بصح انا في المباراة هذه وشي يهمني يهمني انه سعد برحمة ماركة انا ويساهم ما تهمنيش فهمتوا انا في ميلان كنت تبع ميلان ولو بالناصر يكون بالناصر لما يكونش بالناصر نتمنى ميلان تربع ميلان بحبوبة ويساهم ما فهم الوقت في غولي ما تربح تخسار ما تهمنيش في ابو بدا بيه يربحوا القاب لان الوليد ناروا مع ابس عرام بعد على الالقاب يربحوا يخسروا ما يهمنيه يهمني انا كيكون ولدنا يقدم الاداة تاعه المليح لانه تارب وصراه جاي لانه لازم لازم يعودوا للمستاوى تاعه لان سعد بن رحمة خلقي قلت لكم مش حال مختراوسهم ياللي يكسراتوا سعد بن رحمة عنده مستاوى سعد بن رحمة عنده مستاوى عنده مستاوى ضد نادي كبير ضد موشيسار يونايتد اللي راهو بقوى هذا الموسم راهو 8 نيقاط كما يقولوا فارق على الارسونان يعني لانه يڭ equator مستطح في المرتبة الا Phillip وكان هو له في المرتبه الثالثة يعنيقاط ايدو قوى موضوع ولدنا سعد بن رحمة مع فريم المباراة و هذه هي التي نطلبها kullanقرته ولدنا كيف تكونوا نباراة كما هذه التقلق على مباراة كما هذه وتلعب ضد أندي كبيرة ونظر العالمي يجعل كانت الكثير من شجعين على اليونيتد لا يعمل في الانجليز في العرب في الماريكا في أوروبا في العالم تقريبا فلاشين في العالم تقريبا يتبعوه يشوفوك قد تعطي وجه مليح مباراة كبيرة مليحة حتى المدربين كل مباراة الكبيرة ماركي تجيب لاعب تجيب لاعب في المباراة يوصلوا للمباراة الكبيرة ضد ليفر بول ضد شالسي مدربين يحبوا لعب يكون في المباراة الكبيرة واجد ساعد بن رحمة اليوم كان واجد ونايف لم يكن واجد هو الذي يقلب الموازين هارد لكن كما قلت منه كنت حيبهم يربحوا يكون صراحة كنت حيب ساعد بن رحمة يزيد الهدف تاني ما كنت بشارب به هذا وش نقدر نقول لكم خوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام اشتركوا في القناة